نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع قوات الجو الفضائية الروسية عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة باستهداف مقارات الإرهابيين في أرياف حلب ولذقية وحمام وقالت وزارة الدفاع السورية أن الضربات جاءت ردا على الاعتداءات المتكررة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الأمنة في ريف حلب ولذقية وحمام مشيرة إلى أنها استهدفت مقارات الإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومستودعات الذخائر ما أدى إلى تدمير معظمها ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين